موسيقى أهلا بكم رحلة اليوم هي رحلة جدلية بامتياز هي رحلة نحو موضوع يثير الجدل كل ما ذكر لا يقين فيه ولا شيء ملموسا بل أدلة وبراهين وأحاديث بعضها ينقض بعضها الآخر إنما تأثيره كبير جدا في حيات كل من يؤمن به السحر والشعوذة الموضوع الجدلي والذي تدور في خفاياه تساؤلات كثيرة وكبيرة في كل من العلم والدين وتأثيرهما على المجتمع كظاهرة منتشرة في عالمنا العربي والعالم هذا ما نناقشه اليوم على متني مترو فأهلا بكم السحر هو والشعوذة هي قدرة معرفية حركية وعاطفية ليست متاحة للجميع ولذلك هي امتياز وهذا الامتياز هو قدرة الشخص على التحكم في نطاق المجهول ونطاق اللايقين المصرين القادمة الفراعينة كانت مصر كلها متحوطة بسحر كبير السحر دوا كانت محوط مصر كلها من خلال سحرة معينة إذا الله تعالى سوف يخلق الكون ويتكه في فوضى بحيث يأتي إنسان أنا لا أعرفه فقط يطلع على اسم أمي ويلعب في حياتي أنا أقف أرام الله تعالى بيوم القيامة أقول له ربي أنت لا استحادي لأمك وللحديث حول هذا الموضوع سرنا استضافة الباحث الإسلامي والإعلامي لأستاذ نبيل يونس من لبنان أهلا بك معنا أستاذ نبيل وأيضا من مصر المعالج الروحاني وعضو الاتحاد العالمي للروحانيين في باريس الدكتور أحمد شاهين وأيضا من تونس المختص في علم الاجتماع ورئيس المرصد الوطني للشباب الدكتور محمد الجويلي أهلا بكم ضيوفنا الكرام اليوم الحديث عن موضوع جدلي موضوع له أبعاد كثيرة منها دينية منها نفسية منها اجتماعية ومنها أيضا تاريخية هو موضوع السحر والشعوذة كيف يمكن أن نعرف السحر طبعا هناك بداية بسم الله أحمد رحيم هناك عدد تعريفات للسحر لكن أنا أريد أن أن أقول شيئا لو نحن ناسنا بصدد تعريف السحر كمصطلح فني يقوم بها السحرة هذا مجال نتركه للسحر أنفسهم يعني نقول للسحر عروض أصدق نقول للسحر مثلا عرف مهنتك أنا أريد أن أعرف السحر كما نتعلمه نحن بين الكتب نحن أنا أقول أن للسحر هناك تعريفان التعريف الأول يقال أن السحر هي أمور خفية على الناس يقوم بها بعض السحرة ولكن لها وقعية وتأثير على الناس هناك تعريف آخر يقول وطبعا لكل تعريف له أدلة هناك تعريف آخر يقول لا أن السحر أن السحر فقط ألعاب خفية على الناس هي فقط اللعب على موضوع البصر في أبصار الناس والسحر لا يفعلون شيء واقع السحر ليس له واقعية على الناس يعني شتان بين التعريفان طبعا التعريف يقول أن السحر واقعية وتعريف يقول أن السحر هو فقط ألعاب خفية وليس له واقعية ما في شك يتسأليني أنا أميل إلى أي التعريفين أقول ليس فقط ميل بل أنا مقتنع ومقتنع بأن السحر ليس له واقعية ليس له واقعية وتأثير على الإنسان طبعا يعني هناك سحرة نعم نشاهد على التلفاز سحرة يقومون بأعمال فظيعة يعني مثلا أنا كنت صغير كنت أرى بعض السحرة يخفون الطائرات وبعض الآخر يخفي أبراج طبعا لكن عندما قرأت وخاصة عندما قرأت القرآن طبعا القرآن هو مصدر علمي لكافة المسلمين بل يمكن أن يكون لكافة الناس ليس فقط للمسلمين عندما قرأت القرآن قراءة تدبر قراءة هدوء هذا كثير مهم عندما نقرأ بهدوء قراءة مناقش أدقت أنه ليس للسحر واقعية أضف إلى ذلك أضف إلى ذلك موضوع الواقع نحن دائما نقول أنه الغرب انتصر بالأمور الحضرية والتطور لأنه كان واقعي يعني التعامل مع الواقع بواقعية ولم يتعامل بأمور غيبية يعني قام بالصناعات وصل الفضاء وصل شو القمر سيتظهر عند بعض الفضاء دعنا يعني هو سحر مذكور وموجود في كل الكتب السماوية يعني صحيح دعنا ننتقل إلى مصر لنسأل ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد أو الدكتور أحمد أعتذر عن السحر دكتور يعني عرفوا ضيفنا في الستوديو بتعريفين واحد وهمي واحد واقعي السحر واقع أم وهم أول بسم الله أحمد ورحيم بحييك يا أختي الفاضلة والسادة المشاهدين والحضور عندك أولا بختلف مع الأخ الدكتور يكلم من شوية بخصوص أن السحر لا يسعى واقعية السحر له واقعية تماما بدليل أنه سكوى في القرآن الكريم وبالتالي فإننا إذا تخلمنا عن السحر فيتناهى إلى أسماع الناس السحر بمعناه ليس الحيل والألعاب اللي يسمون بالإنجليش تريك اللي هو الإخفاء القطع المعدنية والأبراج والطائرات إلى آخره ولكنه السحر الذي يتداخل مع أحداث الناس يؤثر على الناس قال الله تعالى بسم الله أحمد ورحيم وما هم يضررين به من أحد إلا بإذن الله إذا الضرر في حد ذاته هو واقع حاصل لكنه بإذن الله تعالى كما أن القرآن الكريم إضافة للكتب السماوية الأخرى زقرت السحر في مواقع شتى أما مثل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب الهاروت وماروت فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله آية تانية إنه لكبركم الذي علمكم السحر آية أخرى قال الملء من قوم فرعون إن هذا لسحر عليهم آية خامسة أو ساديسة إذ يقول الظالمون إن تتابعون إلا رجلا مصحورا وبالتالي فجميع ما أتى به القرآن الكريم لم يقصد به الحية يعني أكيد لم يقصد به الحية للخفة أعمال الخفة أو أعمال خفة الإيد زي ما بيقوله ولكنه السحر الذي يؤثر على الناس فصحه أعين الناس فبالتالي فالسحر هو واقع وواقع وواقع ولكنه ليس إحاء نعم ليس إحاء التالي يسموه مجازا اللعب الخفة والإخفاء ألا يقول القرآن الكريم ويؤثر على الناس ولكنه كلهم بإذن الله سوف نوت على لا يسلح الساحر حيث أتى أنا طبعا مع احترامي الكبير للضيف وأنا لا أحب في النقاش وخاصة في برنامجك اللطيف في كثير من الناس أغلب الناس يحبون هذا البرنامج شكرا لأنه لطيف وخفيف على الناس لا أحب في النقاش أن نكون حديين يعني أنا لست في السياق أن أقول فلان مخطئ وأنا على صواب أو أكثر من ذلك لكن هناك رأي هو رأيه ولي رأي وطبعا الكون يسعى أكثر من رأيه والله إذا كان رأيه صحيح هذا ليس الغاء لا بس هو ذكر آيات من القرآن الكريم تقول يعني أنه هناك سحر يعني ذكر الكرآن لكلمة سحر لا يعني لها وقعية هذه قليلا تفعلها يعني الكرآن عندما يقول سحر قار سحر هذا لا يعني أنه وقعية اتنين في آيه وذكرها وأنا استمعتها وهجيب كيف الضيف تمسك فيها قال أنا بس أسأل السؤال هذا آية باللغة العربية لغة العربية نريد أن نقرأها باللغة العربية واضحة قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم بس سؤال بكل هدوء أسأل أنا المشاهدين وبسألك أنت حاول اختير الكريمي فلما ألقوا سحروا أعين الناس شو بدل ذهنك سحروا أعين الناس ما بدل ذهنك أنه في لعبي على أعين الناس أنا للأنصف خلال نعمل مثل بقوله استفتاء إحصار بين الناس أنه نجيب إنسان عربي وخليقوا هذه الأي شو حيفهمنا من اللغة ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم يعني أنه في لعبي على البصر أكتر من هيك نحن لما منشوف أنه كيف قصة موسى كما ذكرت قصة موسى سلام الله عليه منلاحظ أنه فرعون لما شاهد أنه السحرة سجدوا لموسى وبشرة تهمه بأنه الكبير زي علمهم السحر طيب يا فرعون أنت كنت جالس وعايش مع السحرة هو أعتقد فرعون كان ملم بموضوع السحر ليس هو إنسان يعني مرطفل إنسان فهيم هو السحر موجود من أيام البابليين والفراعين صح منذ زمان صح منذ زمن كبير صح صح مع الإنسان ربما طيب أنا أقول أولا أنه الآية الكرؤونية أولا ليس ذكر مفردة السحر في الكرؤون هذا يعني أن السحر واقعية واحد اثنان الآية لما سحروا أعين الناس واسترهبوهم هنا الكرؤون الكريم المصنف مش لكل كتاب مصنف مصنف الكرؤون من الله رسول الله صلى الله عليه وفقد طلق الوحي وقاله للناس هو ليس طبعا الشيء كمان عظيم طلق الوحي لكن المصنف صح التعبير هو الله والله تعالى هو ليس حكيما هو أحكم الحكماء وأعقل العقلاء هو خلق العقل يعني شيء أنا بس تقول ليه عم تحكي هيك بلك بالخطاب العقلاء عندما العاقل والحكيم يضع قيدا زائدا في الكلام هذا القيد ليس هيك شيء رمزي يعني لما بيقول فلما ألقوا سحروا أعين الناس هذا فيه إشارة أنه فقط كانت تخفي على عيون الناس وفعون لما تراجع وقال لموسى أنه أنت كبيرهم هذا يعني هو كان فهما أن السحر هي لعبة فدر اتهم موسى سلام الله من فايدة يعني أدلة على عدم وقاية السحر هي كثيرة جدا دعنا نتكلم عن الأدلة والأدلة التاريخية يعني عبر التاريخ كان موجود السحر وما زال وهذا ما تطرقنا إليه مع ضيفنا من مصر الدكتور أحمد دكتور أحمد تاريخيا السحر دائما موجود ولسيما في مصر عند الفراعنة وقبل الفراعنة كان أيضا في بابل عند البابليين كيف يمكن الحديث عن السحر عبر التاريخ وصولا إلى اليوم طبعا زي ما حضرتك تفضلت كلام صحيح أن السحر له جزوه المتأصلة منذ تواجد الإنسان على الأود يعني حتى قصة هاوت صوت البقرة لما ذكرت قصة هاوت وماوت هما ملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاوت وماوت الكلام هاوت وماوت الموجودين من أيام سيدنا أدريس اللي هو سيدنا أدريس ولد في العام 622 من ميلاد آدم عليه السلام فلما أدريس تولد هو أول رسول هو كان مصري بالمناسبة كان سيدنا أدريس كان لسه عايش فبالتالي منذ بدء الخليقة ومنذ الفجر الأزل والبشرية والصحي موجود لكن جميع القواعد اللي احنا نعرفها دلوقتي كانت متواجدة زي ما قلت لحضرتك من قديم الأزل لكن من وضع قواعدها وجمعها في كتب بالقواعد والجداب والفلكية زي ما احنا عرفينها تاريخيا هو شخص يطلق عليه زورستر زورستر دوا ده كان موجود من سنة تاييبا 2000 قبل الميلاد زورستر ده هو يعتبر أبو الصحر والكهنة وأبو علم السحر الحديث بجداوله وطلاصمه إلى آخره بأي دولة كان وموجود القواعد بتاعة زورستر دي متواجدة في كتاب الأفستة زورستر ده كان موجود في بلاد فارس بلاد فارس اللي هي مجوّل البابليين فبالتالي انتقلت منهم إلى البابليين والكلدانيين والمصريين والهنود فيما بعد لكن لو تطرقنا تاريخيا طبعا ده في الأساس فبالتالي له قواعد وأسس لكن لو شفنا عند المصريين يتمثل السحر في كتاب الموتى زديد بوك معروف جدا نصوص وتعويز متواجدة في كتاب الموتى عند الصينيين أيضا متواجد من خلال علم الآي شينج الآي شينج ده ليس فقط تنبه بالمستبل وتنجيم وإنما يدول على السحر الزكا والأنثى الليل المتدخل مع النهار قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته بسم الله الرحمن الرحيم يرجو الليلة في النهار ويررجو النهار في الليل هذه هي أنواع السحر عندما نقول أنواع السحر لا أنواع السحر حاجة تانية زي ما أقول لحضرتك دلوقتي أنا أتكلم على السحر في الحضارات المختلفة كل واحد كان ليه بيته والسحر نشأ إزاي الأفريقاء يستخدمون السحر الفودو والهودو مثل أمريكا الجنوبية الهارية ويستخدمون سحر العرائس اللي هي الدبابيس المرسمة مثلها مثل الأفريقي المصريين كانوا يستخدمون التعاويز من خلال كتاب الموتى الصينيين يستخدمون الآي شينج الفرس يستخدمون زي ما قلت قواعد زورستر اللي هو موجود في كتاب الأبيستر اللي هو كتاب المقدس عند الفرس القدماء أما لو جئنا الأنواع السحر المتعرفة حاليا عن مستوى العالم حتى في الهرب وفي مصر وفي كل حتة لأنه ينقسم إلى أربع أنواع رئيسية يتفرع منه أنواع كثيرة الأربع الأنواع الرئيسية هو الويت ماجيك أو السحر الأبيض الجرين ماجيك والريد ماجيك السحر الأخضر والسحر الأحمر والبلاك ماجيك وهو السحر الأسود والأشد منهم السحر الكبالة أو السحر اليهودي كبالستيك السحر الأبيض اللي هو السحر المحبة واحد وواحد عايزين نوفق بينهم في الحلال أو نيسر الأمر بينهم اتنين شركاء او اتنين ازواج او اتنين الى اخيره ده اسمه السحر الابيض ده حلال وكله بقرآن الكريم فيه اسحار خضراء واسحار حمراء الريد والجرين ماجيك اللي هي اسحار الجلب واحدة هذي يكلب واحدة الى اخيره اما الاسحار السوداء فيها الفراق والتشتيت والخراب الى اخيره وفيه الاسحار اليهودية الكبالة من خلالها بيتحكموا في شعوب وليس في افراد فهذه هي انواع السحر كيف يعني يتحكموا في شعوب يتحكموا في شعوب كان في بعض بعض العلماء القدماء وتلقى لها عنهم بعض العلماء في الاسلام هي اساسة موجودة بحضارتين يزال كانعانيين والبابليين والكلدانيين والفرس الى اخيره من خلال طلاصم وتعويز معينة بيدور يسومها في بلاد معينة يدور يسيطوا على الشعوب من خلال اصارة الحروب من خلال اصارة النعوات التقفية وفيه مثال يمكن في التاريخ كان بيستخدموها لوحدك حاجة الحضارة المصرية القدماء معروفة جدا المصرين القدماء الفراعينة كانت مصر كلها متحوطة بسحر كبير السحر دو كانت محوط مصر كلها من خلال سحرة معينة هذه المصر كانت ايام الفراعينة القدماء في احد العصر خلال حكم الاسر كانت محمية بهذه السحر والتعويز والاصحاب الكلها كتبت تحديدا متفرقة لكن الاساس كتبت تبعى الموتى أنا بدي تقنعني كيف يمكن ان اقتنع بهذا الموضوع كيف الناس بتقتنع أنه فيه شعوب مسحورة وفيه ناس مسحورة والسحر له كل هذا التأثير ولا حول ولا قدرة لنا أمام السحر أقنعني لأنه أنا ما عم بقتنعي هذه الأنواع ضخمة كتير وإذا بالفعل كلها موجودة حياة مشلولة هذا مثال تاريخي يعني مذكور حتى في القصة وفي كتب عندنا الكتب الإسلامية أنه وصول صلى الله عليه وسلم تم سحره واللي فكه سيدنا جبيل عندما قات إليه من قبل الله سبحانه وتعالى قال له السحر موجود تحت به كذا 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 واللي عمله يهود وفكه فدي حاجة موجودة وديا خبر متواصل ومتوارد ومتواطل والناس كلها عرفها أنه وصول صلى الله عليه وسلم تم سحره وتم الفك من خلالها أنزل كان وصول صلى الله عليه وسلم يستوقي لكنها عندما نزلت صورتي الفلق تبدو الحجش كلها دينية إلى حد ما نعم دكتور يعني الحجش كلها تاريخية ودينية أنا بدي اليوم العلم اليوم ماذا يقول يعني كيف يمكن دعني أستمع إلى أستاذ أحمد بداية أستاذ نبيل عفوا عفوا أستاذ نبيل أستمع إليك عندك أكثر من نقطة تتحدث فيها وأنا ما اقتنعت بدي اقتنع أنا صراحة عندما أستمع إلى هذا الكلام يعني أحترامي للأخ طبعا احترامي الكبيل قاله أنا أحزن أنا بزعل أنه أمي أمه إسلامية أمه عربية حتى ما بيحكي فقط إسلام يعني بما أنه الأخ عم بيحكي قرآن ما بيحكي إنجيل عم بيحكي عن رسول الله أنه رسول الله صحر فك سحر يهودي أباك طب أنا والله العظيم أنا مبعث فينا أنا عجلت بزعل أنه إذا رسول الله صلى الله عليه الصفية تم سحر أنا بقى أوثق بأي حديث بيقوله طب مش معقول يكون القرآن قاله لأنه مسحور مش معقول يكون الحديث اللي احتمال إنسان هلأ حضرتك حضرتك أنا إجي واحد يقول لي حضرتك قد سحرتي في يوم من ما طب تجي بتقيله بيقيله على التليفون تقيله والله أستاذ عندك مقابلة طب هكي مسحورة هذي هذي المرة نسحر يتولى بتنسحر يا جماعة فيه ضليل عقلي وفيه ضليل فيه أدلة من الوحي أنه رسول الله صلى الله عليه لا يمكن أن يكون مسحور لا يمكن هذا ليه هذا من حكمة الله تعالى الله تعالى يرسل رسولا يتم مسحر طيب أنا حصل السؤال من يفق السحر مش عادة بيكون أقوى علما وروحا من المسحور ما هيك بيكون اليهودي ما احترامنا الكبير طبعا دين اليهودي دين سماوي ما فينا أبدا ننمس فيه لليهود كذلك الأمر نحن مش كلتنا مع صايني مش مع اليهود مع دين اليهودي بس بيجي يهودي بفق سحر رسول يعني لو أتيلي رسول مثلا بني إسرائيل بس يهودي بحل بفق سحر لرسول الله أنا أخشى أنه الآن بعض الشباب عم بيتضحكوا على الكلام والله هالكلام لا يليس برسول الله سب وين أنتوا متفقين وين أنتوا مختلفين أنا أتفق مع الأخ بمسألة مع الأخ أصدقك طبعا دكتور أحمد أنا أتفق إنه فيه سحر والسحر موجود تاريخيا لكن أنه أمم مسحورة أنه طب الآن نحن قدام حضارات نحن ما هيك تطور أنا أحسى السؤال هل الآن الغربيين يعترفون بأنهم في قمة تطور صح؟ النازة الآن هي من أعظم الشركات الفضائية صح أو لا؟ صح طيب أنا أحسى السؤال هل العلماء الفضائيون في النازة يعتمدون السحر ليصلوا إلى المريخ؟ وهم لا يتركون أي شيء ليصلوا وصلوا على المريخ أي مريخ ليكتشفوا هذا الكون؟ يعني السورات نوع على السورات التي قاموا بها رجال سواء غاندي هو هندوسي هل أنت عم تقول لي سحر موجود؟ إنما الاختلاف هو على حدود هذا السحر لا في خلاف بعض أفضل خلاف مع أول أنه ما قالوا واقعية السحر فقط هي ألعاب خفية هذا واحد اثنان أنه الغريب أن يقام السحر باسم الإسلام معنا فتاوى وحديث واضحة أنه بقول حديث صحيح عن الجن والجنيات والسحر عن السحر من مشى إلى سحر عن رسول الله صلى الله عليه وهو حديث صحيح من مشى إلى سحر أو كاهن أو كذاب شوف منصياتنا سحر كاهن طبعا مش كاهن يعني ما حدا يفهمنا غلط كاهن عند الدين المسيح رجلتين يعني لا 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 أبدا الكاهن هو مثل من كهان هؤلاء بيجيبوا الغيب بيستنبؤوا أنه بالغيب سحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فيما يقول فقط كفر بما أنزع على محمد صلى الله عليه شو كفر يعني مش نحنا مش تكفريين نحنا بس كفر يعني لم يصدق أي لم يصدق بما نزل على محمد صلى الله عليه يا جماعة أنا مشكلتي مع السيدس أحمد بشكل كبير أولا السحر من واقعية تنشيح حرام استخدام السحر ثالثا قايا نكون واقعيين مشكل الدين نحنا أزمتنا دائما وكأنه الدين شي غيب وكأنه الدين يريد مننا أن نعيش خارج سياق التطور الحضاري يا جماعة الله تعالى جعل الكون سبب ومسبب لا يمكن لا يمكن ذلكون إلا أن يمشي على سبب ومسبب ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ماشي بالطريق لأى رجل يدعو الله تعالى أن يشفي الناقة فطلع فيه رسول الله صلى الله عليه قال له ضع بعض القطران مع الدعاء يعني مزمعه رسول الله شو يعني يعني الدعاء منيح بس حت كم من دراء يعني الله تعالى خلق الأسباب وخلق الكون كله على السبب والمسبب لنأتي نحنا ونخترع السحر وبدنا نوصل إلى النتائج من دون أسبابها دعنا نتحدث عن النتائج لأنه تحدثنا عن السحر ومتفقين ولو كل واحد بطريقته أن السحر موجود ولكن أنا بدي روح لها بعد من هيك مختلفين أنتو ولكن متفقين أن السحر موجود بعد الفاصل سنستمع لماذا يلجأ الناس للسحر لماذا تلجأ المجتمعات العربية للسحر وأيضا الشعوذة للأسف بعد الفاصل أهلا بكم من جديد مشاهدينا الرحلة مستمرة وأرحب مجددا بضيوفنا الكرام الأستاذ نبيل يونس من لبنان معنا في الستوديو وأيضا من مصر الدكتور أحمد شاهين وقد انضم إلينا من تونس المختص في علم الاجتماع ورئيس المرصد الوطني للشباب الدكتور محمد الجويلي أهلا بك معنا دكتور محمد مشاهدينا قبل أن نستمع لوجهة نظر ضيفنا من تونس دعونا ننتقل إلى تونس مجددا لمشاهدة تقرير من هناك واجعلنا من الماء ربي سبحانه وتعالى كل شيء حي بنسبة للطرق وطريقة العلاج هي مستمدة من الكتاب والسنة الأدعية المباحة والرقية الشرعية والماء الطهر المغلى اللي أثبت نجاعته وعملوا عليه دراسات كبيرة الماء الساخن وهو علاج ثابت وعلاج علمي ربي سبحانه وتعالى يوتي الحكمة لمن يشاء خاطر موش كما العلم الموهوب كما العلم المكسوب العلم المكسوب هذك إنسان يجتهد بش يوصل للدرجة معينة من العلم أما العلم الموهوب هو من عند ربي سبحانه وتعالى وهيبه من عند ربي ثم نحن مع دراساتنا العلمية ومع التواصل مع النشاط هذا ديما في تواصل مع الخدمة ومع النجاح ومع النشاط تعاملنا مع عديد شرع المجتمع في تونس وخارج تونس الحمد لله دكتور محمد شاهدنا تقرير من تونس حول سبل أو طرق لممارسة السحر وتحدثنا في الحلقة عن أنواع منها السحر الأبيض ومنها الأسود وغير ذلك أنا أريد أن أسألك لماذا يلجأ الناس للسحر يلجأ الناس للسحر بكل بسطة وللشحوذة من أجل السيطرة على نطاق نطاق الغموذ ونطاق اللايقين ونطاق المجهول السحر هو والشحوذة هي قدرة معرفية حركية وعاطفية ليست متاحة للجميع ولذلك هي امتياز وهذا الامتياز هو قدرة الشخص على التحكم في نطاق المجهول ونطاق اللايقين ولذلك قديما وإلى الآن وحتى في المستقبل قديما كان الملوك يستعينون بهؤلاء السحر والمشعوذين من أجل السيطرة على من هو غير قادرين على السيطرة عليه وبالتالي كانت دائما السحر والمشعوذين مصاحبين ومرافقين للملوك على مر الأزمة سيطرة على الشعوب سيطرة على الشعوب يعني؟ السيطرة طبعا على الشعوب هو من أجل الطمأنينة لأنه نتحدث عن ساحر ومشعوذ له القدرة على التنبؤ له القدرة على كشف ما هو غير مكشوف للآخرين أو للآخرين الذي ليست لهم القدرة على كشف ما هو يدخل في نطاق اللايقين نطاق الغموذ نطاق المجهول هذا كان في السابق اليوم الملوك والحكام والرؤساء لا يلجأون للسحرة الناس العاديين يلجأون 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 بس أنا أعرف الناس العاديين يعني السحر اللي الناس بتلجأ له اليوم هو سحر لجلب العرسان لبعاد الحسد للتفرقة بين الناس للحاق الأذى أو لتحقيق مكاسب مادية هذه هي أنواع السحر التي يلجأ إليها الناس اليوم في العالم العربي بشكل خاص جاك شراك يلجأ للسحر الرؤساء والزعماء السياسيين أرجوك الزعماء والرؤساء والسياسيين يلجأون أيضا للسحرة جاك شراك مثلا الرئيس الفرنسي السابق كان يأتي خصيصا إلى تونس إلى شخص له هذه القدرة على التحكم في اللايقين والتحكم في نتاق المجهور والتنبأ بالمستقبل وكان يتردد عليه بشكل كبير يبحث عن نطاق هو غير مسيطر عليه أو ليست له القدرة على أن يسيطر عليه وبالتالي الذي اختلف من الأزمنة القديمة إلى الآن هو أنه الآن أصبح الأمر متاح للجميع كان سابقا فقط تقريبا لدى الملوك ولكن طبعا في التاريخ القديم لكن الآن أصبح متاحا للجميع بمعنى أنه كل شخص يشعر ويريد أن يسيطر على منطقة المجهول أو منطقة اللايقين هذه يتجه إلى هؤلاء السحرة هؤلاء المشعوذين إما درءا للمخاطر إما بحثا عن معلومات تخص المستقبل أو تخص الماضي أو تخص الحاضر إما للإساءة للآخرين أو لتحقيق ربما نوع من الطمأنينة الخاصة بوضع ما وهذا ما يجعل هؤلاء الشعوب أو المجتمعات وحتى الأفراد هم يترددون على هؤلاء كما قلت بحثا عن أجوبة لأسئلة هم غير قادرين على حصول على إجابات ويحدث هذا عندما يمر الأفراد والمجتمعات بأزمات كبيرة مهما كان نوع هذه الأزمات شخصية مجتمعية عندما يكتنف الغموض مجتمعا معين كما هو الحال الآن في تونس نعم في تونس كما هو الحال الآن في تونس دعنا ننتقل إلى مصر لنسأل الدكتور أحمد شاهين حول هذا الموضوع لماذا يلجأ الناس بشكل كبير لأمور لتحقيق مكاسب شخصية لا تحدثتم عن السيطرة على الشعوب لكن الناس البسيطة الطبيعية وتؤمن به جلب العسان التفرقة كما ذكرت تحقيق مكاسب مادية كل هذه وكأنه عفوا دعني أكمل النقطة كأنه لا حول ولا قوة للبني آدم وللإنسان في تحقيق كل هذه الأمور بدون لجوء للسحر الخايف من المجهول هو الذي جعل الإنسان منذ قديم الآذر حتى ومن هذا وحتى يوم القيامة وقيام الساعة الخوف من المجهول ليس فقط تحقيق مكاسب مادية أنا مش عايز أعمل سحر عشان يكلف فلوس أو أبقى باني أبدا أنا برضو خايف من المجهول يطرى بقى يحصل إيه يطرى يحصل حدثة ولا لأ هتجوز مين هل جسد المراطي هتتعاكن عليها ولا لأ فأيضا الخوف من المجهول المجهول يعني نعم الخوف من المجهول منذ قديم الآذر وحتى ومن هذا هو الذي جعل الناس البسيطة والبسيطة حتى العجباء السحر هو أي حاجة روحانية كل روحانية سحر وليس كل سحر روحانية دي نقطة مهمة فالسحر والشعوز والدجل ده حرام أما العلاج الروحاني والرباني ده حاجة تانية خالص من القرآن الكريم أنا عندي حاجات عملية عشان أرد على حضرك وأرد على السيدة المشاهدين بالاسم واسم الأم من خلال هيئة الفلاكية من خلال الكواكب من خلال قراءة آيات قرآنية معينة أقدر أكشف وأحدد نوع السحر إذا كان مشروب ولا مدهون ولا مدهون إلى آخره وأقدر بدي العلاج من القرآن الكريم فبالتالي بفرق ما بين السحر وما بين الشعوز والدجل وما بين السحر والشعوز والدجل وما بين العلاج الرباني هو ده السحر يعني أنا هلأ إذا بعطيك اسم أمي واسمي بتاع بتقدر تعمل شيء ما فهمت يعني هلقد الموضوع بسيط طبعا أنا بكشف آه طبعا الاسم واسم الأم في الأساس يعني إضافة لتاريخ الميلاد الاسم واسم الأم بقدر أستشف إذا كان عندك يعني مثال الشخص اللي بيديني بيناته إذا كان عنده مس وأنواع المس في مس تخبيل في مس عشق إلى أخير وإعناده إيه من أكواني الكريم معايا قدبي استغرق الوقت سحر أنواع برضو معايا ومن اللي عامل السحر زقى ولا أنسة وعملوا لها كل ده بين اسم واسم الأم بس طيب أستاذ نبيل إذا هلأ عطيته اسمي واسم أمي واكتشف أنه الناس عامل فيني العمايل وسحرتني شو بلجأ لفك السحر شو بعمل شو بللي كلام بده جوء شوي بس حقوله لو كان هيك الكلام أنا لا أحب الله تعالى من الأدلة على إيمانه يعني لا تتفق معه نهائيا لا دكتور أحمد إذا الله تعالى سوف يخلق الكون ويتقه في فوضى بحيث يأتي إنسان أنا لا أعفه فقط يطلع على اسم أمي ويلعب في حياتي أنا أقف أم الله تعالى بيوم القيمة أقول له ربي أنت لا استعادلا أنت لم تمسكني زمام أمور حياتي شو هالكلام أنا صراحة بسمعه طبعا أحترام إلى أله مع كل الاحترام لكل وجهات النظر نحن هنا نناقش فقط بس في عبارة أنا استذكرت عبارة بالبعض العلماء شو بيقولوا عبارة مشهورة بقول من أشكل المشكلات من أشكل المشكلات توضيح الواضحات يعني هل هناك أوضح من أنه هذا هذا المنافع للعلم هل هناك أوضح من يجي من قول طب أنا كنت أتمنى أنه الأخ شو عم بيقول عم بقول الأخ لو نحن منجيب عرسان نحن منجيب منسق ما أعرف ما أسبب العشق طب أنا بتمنى شي ساحر يأخذ مبادرة سلام يعني مبادرة سلام أوقف هذه الحروب إلا إذا قال لي هلأ أنه السحر الأسرد أقوم من السحر الأبيض نبعا يمكن إلا هك يا جماعة يا ناس الموضوع الديني أنا بتأسف لمعنش خلينا نكون شوي قاسين على الشاشات العربية من ناس بتدعي أنه بتعرف تبصر وبتعرف بالغيب وبتعرف شو بده يصير وبيقولولك الرئيس الفلاني باقي والرئيس الفلاني فالل وكل هالتفاصيل هل هذا الشيء علميا لا تضحكي مش مقتنعة أنا صراحة مع كل الاحترام ولكني لست مقتنعة علميا ممكن يكون فيه هناك شيء علمي يقنعني طبعا أصدق العلمي العلم والدين يعني مع بعض عفكها العلماء علماء الفقهاء الفقهاء أقول أنا الفقهاء المسلمون متفقون عندما يكون هناك تعارض بين النص الديني اللي هو الأكتر من دلالة وبين العلم القطعي العلم بينتصر بس عم بيحكي عن مين فقهاء في هناك فقهاء بيقدر لأنه بيعتبروا أن العلم هو بمثابة هو الكون علم الكون والقرآن هو كما يعلم الله تعالى يعني كله لأ الله تعالى لا يمكن لعلم أن يتصدم مع علم تاني حاديك سألتيني عن موضوع الغيب أنا بكل هدوء وهو لأنه وتروي واختصام أنا بدي أسألك سؤال وبالله عليك يكوني معي صريحة كوني معي صريحة أنا بعمل تحدي أدام الناس أنه اسمعي لغة عربية رسول الله صلى الله عليه وسلم عباكي بالقرآن الكريم كون لا أملك لنفسي نفعا ولا درا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرته من الخير شو تفهم منه؟ أنه بيعاف الغيب؟ بدك دكتور أحمد يرد مش أنا ما بعرف بيعاف الغيب؟ دعنا ننتقل إلى تونس لنسأل الدكتور محمد كيف تفسر ما نقشناه الآن؟ خوف البشر من الموت أعطانا شيء اسمه الدين خوف البشر من البشر أعطانا شيء اسمه الدولة خوف الإنسان من المجهول أعطانا شيء اسمه السحر والشعوذة لابد أن نفهم هذا من الأول هناك مرحلة يعني شعوب ربما مع التطور العلمي والتكنولوجي ومع ظهور الثورة العلمية والثورة الصناعية في أوروبا ظهر شيء جديد اسمه العقلانية هناك الفلسفة العقلانية هناك العلوم الإنسانية والاجتماعية هناك العلوم الصحيحة والدقيقة أعطت شأن كبير للعقل إلى حد أنه أصبح تقريبا ديانة جديدة في ذلك الوقت ولكن تبين أن العقل لا يستطيع أن يتحكم في كل شيء لا يستطيع أن يتحكم أو لا يعطي كل الإجابات التي تطرحها البشرية على نفسها طبعا الديانات بمختلف أنواحها كانت تعطي إجابات كان العلم منافسا لها يعطي إجابات ولكن تبين بعد ذلك أن العلم والعقلانية العقلانية الأوروبية خاصة عندما ظهرت في الغرب لم تقدم كل الإجابات على كل الأسئلة التي تطرحها البشرية بدليل على أن هذه العقلانية أعطتنا حرب عالمية أولى حرب عالمية ثانية صراعات ودمار شامل باسم العقلانية باسم القدرة الإنسانية على إعمال العقل وبالتالي كان هناك مناطق من اللاعقلانية إن شئنا هذه المناطق من اللاعقلانية طبعا نجد فيها إجابات لدى في السحر وفي الشعوذة وهذا ما يفسر الآن حتى في أوروبا حتى في الغرب العقلاني هناك الآن توجه واضح وسريح نحو هذه المسائل طبعا بدرجات مختلفة بسياقات غير مشابهة لسياقاتنا العربية أو الإفريقية إلى غير ذلك ولكن دائما نرجع إلى المسألة الأولى هو قدرة البشر على التحكم في المجهول والتحكم في اللا يقين الآن ونأخذ المثال التونسي وغيرها من الأمثلة الآن نعيش في مجتمعات في الكثير من الاستهلاك الضغوطات كبيرة جدا على الأفراد التحديات أيضا كبيرة جدا على الأفراد هؤلاء يدخلون في تحديات متعددة مادية رمزية معنوية بمختلف الاتجاهات هؤلاء البشر لا يستطيعون تحمل هذه التحديات وهذه الضغوطات الكبيرة وبالتالي لابد أن يخففوا على أنفسهم من قوة وضغط هذه التحديات هو قدرة على إدارة أزمة قدرة أو البحث عن إدارة نطاق فيه الكثير من التحديات والبشر يستعين بكل الموارد الممكنة المتاحة لديه إحدى هذه الموارد هو ما يمكن أن نسميه بالسحر والشعوذة يعني ما عندناش ثقافة التحليل النفسي وبالتالي نلجأ بشكل صريح وفي كثير من الأحيان حتى بشكل سري إلى هؤلاء المشعوذين إلى هؤلاء السحرة بحثا عن طمأنينة بحثا عن أجوبة غير موجودة وبحثا على كما قلت منذ الأول التحكم في نتاق اللايقين وفي نتاق الغموض دكتور يعني على سبيل ما ذكرتوا أنه في الغرب يلجأون هناك خبر يتنتداوله الآن ولا نعلم إن كان صحيح مئة بالمئة لأن الأخبار المتعلقة بالرئيس الأمريكي ترامب هي كثيرة جدا أنه مجموعة من الساحرات في أمريكا اجتمعوا وقرروا أن يعملوا سحر ليحل ترامب يذهب يعني ترامب عن الولايات المتحدة مجاهدين قبل أن نكمل الرحلة دعونا نجاهد تقرير من مصر ونعود السحر والشعوزة بيعتبر مكون أساسي من مكونات الثقافة الشعبية للشعوب بشكل عام لأن الإنسان في البداية ما كانش فيه علم وما كانش فيه تكنولوجي زي دلوقتي فكان بيحاول يتغلب عن طريق السحر وأنه هو يستعين بالحيوانات القوية وجلود الحيوانات ويعمل أنصال ويعمل حرب عشان أنه هو يقدر يتغلب على التحديات اللي قدامه سواء البيئية أو سواء الحيوانات الشرسة أو سواء المجهول اللي كان بيواجه خلاف المجتمعات التانية مجتمعنا المصري في الريف هنلاقي كل قرية بيبقى فيها ساحر القرية أو مش عوز أو دجال القرية أو عبيت القرية ساحر القرية الناس دايماً بتلجأ له في المشاكل اللي بتعاني منها يحللهم مشاكلهم اللي بتصعب عليهم عبيت القرية دايماً بيلجأوله في أنه بتديهم نوع من أنواع البركة أسباب ده المشاكل المستعصية على الحل وعدم الوعي أهم حاجة الوعي أن أنا بروح مثلاً لدكتور واتنين ممكن ما بيدينيش العلاج بيئس فبضطر أن أنا ألجأ لحاجة زي كده لكن إحنا لو الأسر وكل الناس علموا أولادهم وكل حد بقى يعرف يقرأ وكل حد بقى يعرف أنه لازم يلجأ إلى الطرق الصحيحة يعني المريض يروح للدكتور اللي رزقه قليل يحاول يكتهد وينمي نفسه وينمي قدراته بحيث يشتغل يعني الواحد ياخد بالصبل اللي هي المنطقية العلمية الصحيحة ويبقى فيه وعي من خلال دراسي ثبت أن المرأة أكتر تأصل أو بتستجيب للحاجات دي هي المرأة فبتلجأ لكل الأبواب لحل مشاكلها يعني ميبقاش الإعلام طول الوقت عمالي يعمل برامج كلها عن تفسير الأحلام وتيجي مفسرة الأحلام تقول لا دا أنت تتبشري إن شاء الله هيحصل لك كذا وكذا وكذا وانت قاعدة في بيتك طب هيحصل لك إزاي ويجي لك رزق واسع وانت ما عملتش حاجة دا بيأثر في اللوعي إزاي إن كل الناس ممكن تقعد تستنى الحلم جاسوا نبض الناس في شوية حاجات كده لقوا إن فيه استجابة وفيه مشاهدة عالية نسبة المشاهدة فابتدوا يدوسوا في الموضوع دا بس هو طبعا تدوس في الموضوع الغيبيات دا مش في صالح المجتمع دكتور محمد ختاما بدي أعرف هل المجتمعات البداية تلجأ بشكل أكبر إلى السحر وأيضا ذكرت نقطة مهمة جدا وهي لجوء المرأة إلى السحر بشكل أكبر بكثير من الرجل بشكل مختصر لو سمحت لأنه الوقت يداهمنا يعني ردك على هذا السؤال طبعا المرأة لأنه صحيح لأنه المرأة أكثر خوفا على هي حارسة القيم حارسة المجتمع حارسة العائلة فهي مخاوفها أكبر من مخاوف الرجل وبالتالي عندما تكبر مخاوفها يكبر لجوءها ربما إلى السحر أو إلى المعرفة معرفة اللايقين أو معرفة نطاق الغموض إن شاء الله هذا بدرجة أولى وبدرجة ثانية فعلا قديما كما قلت في المجتمعات البداية وخاصة في المجتمعات القديمة كان السحر يكاد يكون المعرفة الأساسية للناس وبالسحر يديرون حياتهم اليومية يديرون خلافاتهم يديرون طموحاتهم إلى غير ذلك الآن بعد موجة العقلانية التي دامت قرنين من الزمن أو أكثر بشيء قليل الآن هناك عودة إلى هذه المسائل لأنه تم التيقن من أنه العلم لا يستطيع لي وحده أن يجيب على كل الأسئلة بل أكثر من ذلك العلم ساهم برغم تكنولوجيا ورغم الأشياء الإيجابية كبيرة جدا للعلوم بشكل عام على حياة البشر ولكن تبقى العلوم غير قادرة على إعطاء كل الإجابات الممكنة لذلك البشر يبحثون عن موارد جديدة هذه الموارد الجديدة القديمة طبعا للحصول على إجابات يجدونها في السحر والشعور دكتور بشكل سريع جدا ما هي أكثر الدول العربية التي تلجأ للسحر بشكل يعني بس عدد لي الأسماء لو سمحت أنا أعتقد أنها كلها بدون استثناء كل الدول العربية بدون استثناء مشرقا ومغربا بدون استثناء بدرجات نوعا ما بدرجات مختلفة ولكن أقول أنه في لحظات تاريخية معينة يتم اللجوء إلى السحر إلى هذه المسائل عندما تمر المجتمعات بأزمات يعني المجتمعات الأقل أزمة سياسية اقتصادية ربما هي الأقل لجوءا إلى السحر والمشعوذين نعم أستاذ نبيل الكلمة الأخيرة لك حضرت عندك شي تقوله كثير طبعا باختصار نعم يجب أن نوه أن حلقة واحدة لا تكفي لهذا الموضوع حلقات لا تكفي لا يمكن في هذه الحلقة أن نحسم أن نقدم حلا حاسما لا بالمشاهد بس يختار بين الكلام بس أنا في أكثر من مقطع بس لفتوني بالكلام عندما تكلم عن العقل وقال أنه حكى بشكل سلبي قليلا أن العقل سألو دياني مستقلي بأوروبا وأنه هذا مسألة وكأنه شي مش كتير منيح طبعا محترامي للقائل بس كمان هذا الشيء كمان أنه غريب الأديان هل احترام العقل أكثر من الأديان العقل أحضر لا أعرف إذا كان أصده شي سلبي ربما هو كان يشير للعلمانية والمعرفة يعني العقل انتشار قوة حضور العقل بالغرب وأنا مشكلة بالعكس أنا فينا أقول هذا الشيء غلط أبدا هذا هو العقل مهم كلمة أخيرة تفضل كلمة أولى لماذا نخافنا المجهول طالما نحن مؤمنين بالله تعالى الله تعالى هو الحبيب هو القريب هو الرحيم من شو عم نخاف نحو نخاف من أنفسنا ما في شي بيخوف بالحضور ما في شي بيخوف بالغيب يوجد الله تعالى يحب العباد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله تعالى هو منبع الحب نحن نخاف من منبع الحب أصبحنا نخاف من الحب ونلجأ إلى الظلمات صحة ومعرفة ومحترمنا لكل بس أنا بختم بأي اسمحي لي تقول الكرآن بيكون عم يعبر عن صورة الشيطان بيوم القيامة وصورة جدا رائعة للكرآن الكريم بيكون عم بيقول الكرآن الكريم إن الشيطان شو حيقول يوم القيامة وطبعا الشيطان هو لازم بالمفروض إنه هو لازم يكون ملك الظلم شو بيقول شو بيقول وقال الشيطان لما قضي الأمر خلاص إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأقلفتكم اسمعي وما كان لي عليكم من سلطان الشيطان ما بيحكيها مش ساحر الشيطان ما كان لي عليكم من سلطان ما قادر معكم شي أنا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنا ما عندي كان قدرة أعمل شي إلا بس أن أنا فيني أهمص أو هيك أعطي بعض الأمور يلي الشيطان بيعملها فأنا بدي أجو أهلا ساحر هذا عم بيتعلق بالأمم عم بلعب بالأمم شكرا لك أستاذ نبيل ختاما إلى مصر نستمع إليك دكتور أحمد كيف يمكن أن نحمي أنفسنا من السحر إن كان موجود يعني وفاعل لهذه الدرجة تفضل كلمة الأخيرة لك أولا أولا بالقرآن الكريم يعني أنا فرقت ما بين السحر والشعوزة وما بين الروحانيات أو العلاق بالقرآن الكريم السحر موجود من باب من عرف أنه هو تقوم آمن مقرهم لازم أن نعرف أصحار عشان أقدر أعليها بقرآن الكريم وأقدر أبطقي شرى هذا السحر أما بالنسبة للحائل اللي بيقف بين العلاق الروحاني والربان وما بين أنه ريب بل ريب يوجد ريبان ريب بالنسبة وريب مطلق ريب مطلق هو علم الساعة أما الريب بالنسبة اللي هي أمور الناس الحيائية فهي اللي نكشف عنها لكن هذا لا يضور الإسلام في شيء بخصوص طبع الروحانيات بالتنبأ والحياة بالفعل يمكن أننا تنبأت بأحداث تونس أحداث صوات ربيع العربي بالنسبة لترامب تحديدا في معرض قولة حضرتك أنهما فيه سحرات بتعمله سحر بالفعل كلام ده موجود وأن المتوقع بالمناسبة لترامب لأنه يكمل مداته في الوقاسة لكن أختم ختاما أقول أن السحر موجود مواجهة المشكلة حل المشكلة لابد من مواجهتها يكمل في مواجهة المشكلة هنقعد نتخفى نقول لا السحر مش موجود وعبدا ما هنقدر نحل السحر لازم نواجه المشكلة نعترف أن السحر موجود وبالتالي نجد له العلاج من خلال القوان الكريم معنات الحل هو حل السحر والتخلص منه بشكل كل مشاهدين إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الرحلة لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل ودائما عبر مترو اشتركوا في القناة